السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله بربي اول يوم للدخول المدرسي لاستئناف الدراسة يوم الاحد 6 فيفري 2022 نتمنى تكونوا ريحتوا في هذا العطلاء نتمنى تكونوا املاح تتدخلوا بصحة جيدة ونتابهوا على رواحكم وصلنا هذا البلاغ من وزارة التربية الوطنية تقول لنا فيه باللي كان استئناف بيانسور اليوم يوم الاحد ولكن تم تأجيل الفروض وهذه حاجة بزف مليحة لانه بزف منكم كانوا متأخرين في الدروس وكانوا حابسين في دروس الفصل الاول ما دخلوش مابه في دروس الفصل الثاني فهاكا يكونوا اجوغة مع كامل التلاميذ الاخرين واشو وصلتنا في هذا وزارة التربية وصلتنا باللي شوفوا اشكين اجراءة صحيح الجماعي مع التلاميذ وتسليمهم اوراق الاجابات تقليص مدة عطلة الرابيع الى تسعة ايام عطلة الرابيع ما غاديش تدوها كاملة غادي تدو فيها تسعية الخامس 31 مارس 2022 الى مساء يوم السبت سعة فيفري صحة عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة في الفصل الثالث يوم الاحد عشر افريل 2022 تأجيل اجراء الفروض المحروسة المقاررة للفصل الثالث في مرحلتي التعليم المتوسط وتعليم الثانوي الى الفترة الممتدة من يوم الاحد 24 افريل الى يوم الخامس 28 افريل نزدوكم وقت هكا بش تقدمو في الدروس ان شاء الله من بعدها قلنا اجراء تسعية الجماعيات تليتم تسليمهم اوراق الاجابات خلال الاسبوع من يوم الاحد 29 ماي 2022 الى يوم الخامس 22 جوان 2022 وهكا كانت منكم عودة موفقة وربي سهل عليكم ان شاء الله وطالوا في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى